بعد ما اشتريت الميتا كويست 2 بسعر 4000 جنيه ازياد من سعرها الاساسي وكمان ماكبوب برو باعلى 100$ من السعر الاساسي قررت ان انا مش اشتري اي اجهزة من مصر نهائيا قرار زي ده يخليني محتاج ان انا لقي طريقة تكون مناسبة اقدر اشتري منها الحاجات اللي انا بحتاجها لكن من بره طبعا حاجة زي كده بتدخلنا فيه درائب وجمارك وحاجات نسبية مش مفهومة بشكل كويس ليا فوقتها على الاقل وبالتالي بدأت ان انا ادور ايه الطرق اللي ممكن تخليني اشتري اجهزة من بره بسعر كويس الفترة الاخيرة انا اجربت اكتر من طريقة وحابب ان انا اشارك التجربة بتاعتي معاك وبحيس لو حد حابب يشتري حاجة بسعر اقل من السعب بتاعها انا في مصر يقدر يعمل ده ان شاء الله بسهولة وللتأكيد برضو قبل ما تعمل اي order من اي مكان اتأكد ان المكان ده موفوك وانه حقك مضمون في الشهر اللي فات ده كان في بعض الحاجات اللي محتاجة اجيبها والحاجات دي لو كنت هجيبها من مصر كانت هتكلفني تقريبا 25000 جنيه وده مبلغ كبير جدا حوالي ازيد 10.000 جنيه عن سعرها الاساسي فدخلت على امالزون امريكا وجبت المنتجات دي وحطتها في الكارت وحطت العنوان بتاع مصر واتصدمت بال600 دولار جمارك اللي مطلوبة وبالتالي برضو ضعف تمن الحاجة فاكيد ما عملتش ال order بالشكل ده وبدأت ادور على طريقة بديلة فروحت على العنوان وغيرته الى الامارات ولقيت هنا المبلغ مرة واحدة بتاع الجمارك والشحن وكل الكلام ده نزل لحوالي 80 دولار او اقل كمان ده غير كمان لما عملت ال order لقيته مديني خاص من 50 دولار كمان حاجة كده مش عارف ما بنشوفهش لأي حتة تقريبا المهم طلبت الحاجات دي على صديق ليه في الامارات ولو بتسأل ليه الامارات تحديدا فالموضوع ببساطة ليه اكتر من سبب اولهم انه الدرايب والجمارك والحاجات دي واضحة وقليلة يعني 80 دولار بالنسبة ليه 600 دولار اللي كانت هتيجي على مصر للمبلغ في فرق جبار طبعا والحاجة التانية انه الامارات في ناس نزلة من الامارات لمصر بشكل مستمر فكنت بقى يعني على امل انه لما الحاجة توصل هبعتها لحد يكون نازل مصر بيجيبها معاه ولو ما كنتش لقيت على حد علمي تذاكر الطيران رخصة جدا فسهل ان انا لقيه حد ادي له مقابل ويجيبي الحاجة معاه لمصر يوم 14 المفروض ان انا عملت ال order ما بين 14 ويوم 20 بدأ يتحرك من المكان التاني في امريكا بعد يوم 20 على طول يتحرك من امريكا الى الامارات يوم 25 المفروض ان هو كده وصل فيه مكان الامارات ومن يوم 26 بدأ ان هم يحاولوا وصلوا لكن هنا لسبب ما حصل مشكلة فيه العنوان وعدلنا اكتر من مرة حد ما وصلوها في الاخر بعد 29 او كمان في 4 اكتوبر ما عرفش ليه خد الوقت ده كله الحاجة كانت موجودة في الامارات عادي وحصل مشكلة فيه التوصيل وبدأوا يأخروا اكتر من مرة انا مش قادر افهم ده ليه خالص لكن الحمد لله الحاجة في الاخر وصلت بشكل ممتاز اه فيه حاجة كمان حصلت حبيب اناوه عنها امعرفش ايه المشكلة بالزبط بس لما الحاجة وصلت طلبوا مبلغ جمارك فانا استغربت لان المبلغ ده انا قد دفعه ولما قارنت المبلغ ده بالمبلغ اللي انا قد دفعه على موقع لديته هو هو المبلغ فاتوصلت مع الدعم ووضحت لهم انه ايه المشكلة اللي حصلة او سألتهم ايه المشكلة اللي حصلة فقالوا لي ان دي غلط من عند شركة الشحن وما فيش ايه مشكلة خالص ادفع المبلغ وهنرجعو لك على حساب البنكي فانا طلبت منهم ان هما يكلموا شركة الشحن ويصلاحوا الموضوع فهموا بفعل اتكلموهم والحاجة وصلت بشكل ممتاز وما طلبوش ايه مبلغ اضافة فدلوقتي الحاجة وصلت للامارات المفروض بقى ان انا اجيبها على مصر لكن الفترة دي للاسف ما كانش دي حد نازل من الامارات لمصر انا عرفه فبدأنا ان احنا نروح لبرنامج هيتش هايكر واللي ما عرفش برنامج هيتش هايكر الفكرة فيه ببساطة انك لو بتسافر مكان للتاني بتحط ان انت مسافر في معاد معين وبحط تفاصيل السفر بتاع انت وبتقول ان انت مثلا معاك عشرة كيلو جرام فاضية او اتنين كيلو وتفر الحجم او الوزن اللي معاك ولو حد عايز ايه بحاجة من البلد دي للبلد بتاعته بيحط الباكتج وانت تقدر توافق وفي المقابل بتاخد عمولة وطبعا البرنامج برضو بياخد جزء صغير المهم دخلت على هيتش هايكر عملت حساب سجلت بعض البيانات بتاعتي وبدأت ان انا اضيف الحاجات او المواتجات اللي انا عايز اجيبها وهنا البرنامج عمل حزبة معينة وقال لي ان الريورد المفروض تدفع للشخص اللي اجيب لك الحاجة مبلغ معين والفيز بتاعت البرنامج مبلغ معين هنا برضو طلب مني المعاد اللي عايز الحاجة توصل فيه فحطيت المعاد ده على بعد اسبوع من الوقت اللي انا عملت الحساب في وقتها بدأ يوريني الرحلات اللي جاية من الامارات لمصر في الفترة دي دخلت على اكتر من حد وعرضت عليه الريورد او المقابل في مقابل ان هو يجيب لي الحاجة للاسف هنا فيه اكتر من حد وافق لكن حاولت ان اتواصل معهم ووضح لهم ان فيه حاجات فيها عدسات وازاز فممكن تتكسر وكده برضو كنت مقالة انه حد ما ياخدش باله يضطر يفتح العلم في حاجات تتكسر او حاجة احسر فيها مشكلة لكن للاسف ما قدرتش اعمل ده خالص البرنامج ما يسمح ليش ان اتواصل مع حد غير لما ادفع المبلغ وهنا انا بحست شوية عن نيتش هايكر رأيت ان هو موقع موافوق وكمان بيضمن لك حقك يعني الحاجة بتاعتك للا قد الله فيه مشكلة تحت اه يعني تحت او تحت شروط معينة فهو بيبقى ضامن حاجاتك دي اه بقيمة الف دولار فالحاجة كده كده كانت اقل من الف دولار فقلنا ناخد التجربة فهنا دفعت المبلغ وبدأت اتواصل مع الشخص اللي هيجيب الحاجة ووضحت له ان الحاجة فيه عدسات وللا قد الله ممكن يحصل المشكلة او كده فهو قال لي ما تلاقاش هيخد بالهم الحاجة كويس جدا وهيوصى يعني هتوصل ان شاء الله بسلام فاتفقنا وكان فيه حاجة تانية وفروض هبعتها من امازون الامارات عليه لان دي ما كانتش في الوردر بتاع امازون امريكا طلبت الحاجة دي وحطت العلمان بتاعه وهنا لسبب ما غير مفهوم برضو حصل تأخير في الشحر برغم انها دفعت مبلغ اكبر شوية بحيث انه وصلت تاني يوم لانه برضو حصل مشكلة فيه الشحر من شانه بقى هل دي حاجة على يعني بتحصل عادة فيه لمرات مع امازون ولا كان فيه حاجة تانية انا ما عرفهاش المهم الحاجة الحمد لله وصلت للراجل قبل ما عدت الطائرة بتاعته وهو قدر ان هو يجيبها معي المصر تاني يوم قابلته واستلمت منه الحاجة وكانت الحمد لله الحاجة ممتازة جدا والموضوع كله كلفني حوالي 2900 جنيه وكده برضو مزال 7000 جنيه ارخص منه وكنت اشتريت كل الحاجات دي في مصر طبعا لو كان عندي حد نازل من الامراض كنت اوفر ل 2900 جنيه دي فكنت في المجمل هبقى موفر حوالي 10000 جنيه وده كانت افضل لكن استيل ده كان الحل اللي متاح وقتها فبالنسبة لك انت لو الحاجات اللي انت هتشتريها في حد نازل من البلد دي قدر يخدمك فيه حاجة زي كده هيكون ممتاز جدا لو لا ممكن تستخدم هتش هيكر او برامج تانية ان الحاجة دي تجي لك والميز هنا زي ما قلنا ان الحاجة دي ما بيدفعش عليها جمالك لانه الشخص جايبها اكنها حاجته الشخصية وهو اللي بياخد مبلغ معاين بيكون كويس جدا لانه سعر التذكرة مثلا من الامارات لمصر بيكون مش كبير قوي فلما هو ياخد مبلغ حوالي 100 دولار او حاجة فده بيكون برضو ريورد كويسة هناك ملحوظة صغيرة ممكن تسأل انه لماذا طلبتش الحاجة من امازون امريكا على حد في امريكا والحاد دي يجيبها وهو نازل مصر فطبعا كان ممكن نعمل كده بس فيه بوينت هنا او بوينتين مهمين اول حاجة انك برضو ما زالت هتدفع 6% دولاريب يعني انت مش تدفع جمالك بتاعك من يعني ان الحاجة دي تروح من بلد التانية لكن هتدفع 6% دولاريب فهي طبعا اقل من الجمالك لكن الابشن التالي لا ممكن نخليك تفكر في موضع هذا وهو انه تذكرة الت من امازون من امريكا الى مصر غالية مقارنة بالامارات لمصر فالشخص اللي هجيب الحاجة دي معا من امريكا غالبا هيطلب ريورد اكتر طبعا انا مجربتش ده بنافسي فمش متأكد من المعلومة دي 100% بس حاجة حبيت برضو اشاركها معاكم فاتفكر فيها لو بعدت الحاجة على الامارات ممكن المبلغ اللي هتدفعه في الجمالك اكتر شوية لكن ممكن لانسا ستتوفر فيه الشخص اللي نازل وهيجب لك الحاجة معاك فيه برضو ملحوظة تانية حابب اقولها وهي الش الشخص اللي هجيب الحاجة معايا حاول تبقى عارف ومعرفه الحاجة اللي هو هيجيبها دي يعني هاد رأتي لو معاه نازل ومعاه ايفون بتاعه ومعاه ايفون كمان جايبه هدية لحد او جايبه لنفسه او هيبيعه وطبر وانت طالب ايفون وفيه لسبب ما يعني حاجة بتقول انه الشخص ينفع يخش باثنين موبايل بس فساعتها الموبايل التالت ده هيتجمرك او ممكن يضطر ان هو يدخله مزير كرتونة او ممكن يسيبه في المطار او في الجمالك معافش بالضغط وتضطر انت بقى اللي تروح تخلص الحاجة زي كده فتجنبا ان مشكلة زي دي تحصل حاول انك تتكلم مع شخص تفهم ايه الحاجات اللي هو جايبها معايا وتفهمه بالضبط الحاجة اللي انت هتجيبها وابحث شوية بحيث تعرف ايه الحاجات اللي ممكن تتجمرك في الحالة انه العدد بتاعها زاد عن حد معين اخيرا احنا عملنا مرضو فيديو تاني بيتكلم عن الشراء من امازون اليابان والفكرة هنا انه امازون اليابان لما بتطلب منه حاجة وتجيلك على مصر غالبا بتكون برضو ارخص بس هنا بقى متحتاج تعمل اللفة بتاعت تطلب من امازون امريكا والامارات بعد ان تشوف حد نازل لا هو من امازون اليابان لحد بيتك على طول وتدفع مبلغ موقعين بيكون محدد قبلها والموضوع كده خلص والدنيا بتكون ممتازة جدا فلو حابب تعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده روح تفرج عنه الفيديو ان شاء الله يفيدك واعجبا انا حسام الدين حسن شكرا جدا انك تفرجت على الفيديو ده الحد هنا لو كان افادك وعجبك يريد تعمل وشير علشان عدد ادبر يستفيد منه ولو لو كنت مهتم بالتكنولوجي والواقع الافتراضي تحديدا اشترك دوقتي في القناة هو ده اللي احنا بنتكلم عنه وعلى القناة هنا واللي هفيدك به ان شاء الله